ثم بعد ذلك خاطب الله نوحا والذين معه للنزول من السفينة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم فقال قيل يا نوح اهبط فأمره الله أن يخرج هو ومن معه من السفينة فقد أدت السفينة دورها وأدت مهمتها فعليهم أن ينزلوا لاستخلاف في الأرض التي خلق الله لهم ما فيها جميعا وأن يبدأوا حياتهم الطبيعية من شديد فلذلك قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا والغريب أنه في خطابه له فيما يتعلق بالبيان والرد على سؤاله يجيبه الله مباشرة فيقول قال يا نوح أما في الأمور الكونية العظيمة فإنه يقال فيها قيل مثل هذا الأمر ومثل ما سبق وقيل يا أرض بلعيماءك فالأمور الكونية يقال فيها وقيل وكل ذلك من قول الله جل جلاله ولكن يفرق بين الأمر الشخصي الذي هو موجه إلى نوح بالوحي وبين الأمر الكوني فالكلمات الكونية تختلف عن الكلمات التشريعية فالكلمات الكونية لا يتعدها بر ولا فاجر والكلمات التشريعية يقف عندها البر ويتعدها الفاجر فلذلك فرق بينهما حتى في الأسلوب قيل يا نوح بط بسلام منا فسلمه الله وهذا طمأنة له فهو سلام له في الدنيا وسلام له في البرزخ وسلام له في الآخرة عليه السلام وعلى أنبياء الله جميعا السلام ورحمة الله فلذلك قال بسلام منا فنزل بسلام وأمان فليس في الأرض مكروه ولا ما يخاف من أذيته في ذلك الوقت فقد هلك الكافرون وذهب كل ما كان في الأرض مما يخاف وبركات عليك وعلى أمم من من معك فقد نزل الله بركات على نوح وعلى أمم خلائق ممن معه وهي ما فيه النفع للبشر مما حمل نوح في السفينة فيشمل ذلك أهله الذين حملهم معه في السفينة ويشمل الذين آمنوا معه ويشمل بعض الخلائق التي معه كالبهائم الأنعام ونحوها فهذه فيها بركات للناس ولأهل الأرض فتنموا وتزدادوا ويقع النفع بذرياتها والنفع بجميع تفاصيلها ولذلك قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أثاذا ومتاعا إلى حين وقال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وقال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا فكل ذلك مما أنعم الله به علينا مما حمل مع نوح من هذه الأجناس في السفينة فما جعل عليه البركة من تلك الأجناس فهو نافع لنا فلذلك قال وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم أمم من من حمل مع نوح في السفينة سنمتعهم مقتن ثم يمسهم منا عذاب أليم أي هلاك ولذلك لم يبقى من ذريات من كان مع نوح في السفينة إلا ذرية نوح فقط وأما بقية الأمم التي البشر الذين آمنوا معه وإن كانوا قليلا لكن لم تبقى لهم ذرية بعد ذلك ترجمة نانسي قنقر